بتعرفوا الرب يسوع قال في لوقا إصحاح 12 وأقرأ الآية من آية أربعة ولكن أقول لكم يا أحبائي لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم ما يفعلون أكثر بل أريكم ممن تخافون خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم نعم أقول لكم من هذا خافوا فلا تخافوا أنتم أفضل يعني عرف الناس خايفة بتخاف من الاضطهاد بتخاف من الموت وكثير من أحبائنا اللي بيتصلوا فينا يوميا غير مسيحيين المشكلة الرئيسية اللي بواجهوها الاضطهاد أو الخوف من الاضطهاد العيلة والبلد والمجتمع كله بيتطهد شخص لأنه آمن بالرب يسوع المسيح بيعتبروه خاين للدين والوطن والكل هذه الأمور فإذن لا تخاف لا تخاف خاف من اللي عنده السلطان أنه يهلك الجسد والروح في جهنم في نفس الوقت قال يسوع لا تخاف أيها القطيع الصغير لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت لا تخشى الظلم ما تخافش الرب حي الرب موجود في سفر الشعياء واحد من الموعود الجميلة في الشعية 41 آية 10 مكتوب لا تخف لأني معك لا تتلفت لأني إلهك قد أيتك وأعنتك وعضتك بيمين بره إنه سيخزى ويخجل جميع المغتازين عليك يكون كلا شيء مخاصموك ويبيدون تفتش على منازعيك ولا تجدهم يكون محاربوك كلا شيء وكالعدم لأني أنا الرب إلهك الممسك بيمينك القائل لك لا تخف أنا أعينك فإذا لا تخف لأني أنا معك في الشعية 43 مكتوب لا تخف لأني فديتك دعوتك باسمك أنت لي إذا اشتزت في المياه فأنا معك وفي الأنهار فلا تغمرك إذا مشيت في النار فلا تلدغ واللهيب لا يحرقك لأني أنا الرب إلهك قدوس إسرائيل مخلصك جعلت مصر فديتك كوش وسبع عوضك إذ صرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك أعطئ ناسا عوضك وشعوبا عوض نفسك لا تخف فإني معك يعني بكل من دعي باسمي ولمجد خلقته وجبلته وصنعته بكمل بقول أنتم شهود يقول الرب وعبدي الذي اخترته لكي تعرفوا وتؤمنوا بيه وتفهموا إني أنا هو قبلي لم يصور إله وبعدي لا يكون أنا الرب وليس غير مخلص فإذن هذا الرب اللي وعدنا أعطانا كل الإمكانيات نعيش بحضوره نختبر سلطانه وهو اللي بتمم الآيات والمعجزات في حياتنا لأنه بحبنا